ضمن الانتهاكات التركية المستمرة تواصل أنقرة خرق أجواء العراق والاعتداء على أراضيه إذا فاد مراسل الأخبارية العراقية بأن طائرات تركية قصفت أطراف قرية سكيري في جبل متين التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك كما قصفت طائرات في وقت سابق جبل خم تيروات وأطراف قريتي ستيلا وبرخي ووادي شيش في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في دهوك وكان مدنيان قد تشهدات ما نجى ثالث من قصف لطائرات مسيرات تركية في قضاء سنجار شمالية البلاد